انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال بالفيديو دكتورة رانا الفارسي ملتزمون بتسريع وطيرة التحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا دكتورة هنادي المباركي الاقتصاد الرقمي هو استثمار طويل الأجل اعتمدت عليه الدول العالمية يوسف خالد المرزوقي اعتماد مفاهيم الابتكار وإدارة المواهب حافظ يقود الكيانات الاقتصادية للنجاح أنس ميرزا نحتاج للتشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة دعاء بنت محمد تشجيع ريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي دكتور ثاني آل ثاني الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال يساعد على النهوض السريع للمجتمع وليد النصف من لا يواكب تغييرات الابتكار والذكاء الاصطناعي يعزل عن حركة التطور العلمي دكتور صالح الخروصي عمان أطلقت مبادرات لتعزيز مفهوم الابتكار الصناعي وتبني التقنيات الجديدة دكتور كوثر الجوعان لابد من إعداد قانون يلزم المؤسسات والقطاع الخاص المساهمة بدعم الابتكار دكتور عيسى البستوكي دول العالم تتنافس على الريادة الاقتصادية بتطوير قطاعاتها التكنولوجية والهندسية والطبية جريدة الأنباء الكويتية السادس من يونيو 2022 طارق عرابي باهيا أحمد أكدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور ران الفارسي أن العالم عاش سنتين عصيبتين في مواجهة وباء كورونا الذي شل العالم وما صاحبه من تحديات اقتصادية وصحية واجتماعية غيرت من معالمه وسرعت من توجهاته ولعل أحد أبسط أمثلة هذا التغيير هو إقامة هذا المؤتمر الخليجي الذي ينطلق من خلال العالم لإفتراضي وغيره من المؤتمرات والندوات والاجتماعات والتي وقد كانت تتطلب السفر والحضور الشخصية وخلال موقع مكاني واحد وأضافت في كلمتها لإفتتاحية لفعاليات المؤتمر لإفتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال الذي تنظمه شركة إيكوسيسيكم للاستشارات الإدارية على مدى ثلاثة أيام أنه أصبح لزاما علينا اليوم وبعد التعافي من جائحة كورونا أن نستثمر ما مر به العالم والنعمل على تسريع وطيرة التحول الرقمي والسير نحو تعزيز التكنولوجيا بجميع أشكالها وتوجهاتها وشددت الفارس على أهمية المؤتمر الذي يركز على تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كاستثمار طويل الأجل تنهض به الدول نحو التوجه إلى الاقتصاد الرقمي مشيرة إلى أن العالم قد انتقل من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ولعل من أحدث التوجهات الحديثة تكنولوجيا البلوك تشينوا وأحد تطبيقاته العمولات الرقمية التي بدأت تنمو وتتداول بشكل واسع وأوضحت ينبغي على الجميع أن يعي متطلبات المرحلة القادمة وتحديتها وما هي مهن المستقبل القريب وكيفية توجيه الشباب نحو التخصصات التي لها دول ومساهمة في بناء المستقبل مشيرة إلى أنه لكي ننهض ونلحق بركب التقدم والريادة علينا لاستثمار الفعلي في دعم وتمكين الشباب نحو التوجه إلى ريادة الأعمال خصوصا في المشاريع التكنولوجيا والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لما لها مستقبل باهر ونمو مستدام رؤية مستقبلية من جهتها أعربت رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة إكوسيسيتم للاستشارات الإدارية دكتور هنادي مبارك المبارك عن سرورها بانطلاقة المؤتمر لإفتراضي الخليجي الثالث الذي يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الخليجية للابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال فضلا عن أنه يأتي متماشيا مع الرؤى المستقبلية للدول الخليجية 2030 وقالت إن الدورة الحالية للمؤتمر إنما تتطرق إلى أهم الموضوعات المعاصرة التي تعنى بالتنويع لاقتصادي ورفع المؤشرات التنافسية الخليجية عبر إنشاء العديد من البرامج العالمية التكنولوجية مثل برامج الابتكار وبرامج وريادة الأعمال وبرامج مسرعة وحاضنات الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا نحو النمو البدكي والاقتصاد الرقمي وأضافت المباركي أن الاقتصاد الرقمي هو استثمار طويل الأجل اعتمدت عليه الدول العالمية وذلك من خلال التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة لاقتصادية والتكنولوجية والمالية والأكاديمية والاجتماعية لما له من فوائد استراتيجية عديدة أهمها التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة وزيادة الإنتاجية واستحداث قطاعات جديدة بالإضافة إلى نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة وزيادة عدد الشركات الجديدة وأوضحت أن فكرة المؤتمر انطلقت من المبادرة الخليجية التي أطلقتها عام 2020 والتي عملت عليها أكثر من 20 سنة قبل أن ترفع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والتي خلصت إلى إنشاء مركز خليجي لريادة الأعمال ولابتكار المؤسسي تجمع فيه الجهود التي تقوم بها الدول الخليجية للارتقاء بتصنيفاتها وتماشيا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية إضافة إلى إنشاء بنك معلومات قائم عبر ربط المركز بقواعد البيانات العالمية والخليجية والإقليمية وإنشاء منصة للاستشارات الخليجية والتسويق الإلكتروني حاجة ملحة بدوره أكد رئيس تحرير جريدة الأنباء يوسف خالد المرزوقي أن تمكين مهارات الابتكار في ريادة الأعمال وإدارة المواهب يعتبر الطريق الرئيسي لتحقيق النمو المستمر في أي كيان يبحث عن النجاح والتفرد في مجاله إضافة إلى كونه ضمانة حقيقية تساعد الكيانات الناجحة بالفعل على استمرار نموها وتفردها في العمل إذ ترفع من كفاءة العمليات التشغيلية لأي مشروع وصولا إلى تواجد الشركات والمؤسسات في الأسواق بمنتجات وحلول وخدمات غير تقليدية تمكنها من الدخول في المنافسة بأريحية وتحجز لها مكانا مناسبا يليق بها في مجالات المال والأعمال وأضاف أنه في عالم تزداد فيه المنافسة يوما تلو الأوخر بات اعتماد مفاهيم الابتكار وإدارة المواهب حاجة ملحة وضرورية كعامل محفز وتنافسي يقود الكيانات لاقتصادية إلى طريق النجاح وهو ما يؤكد حاجتنا المستمرة محليا وخليجيا إلى إيجاد طرق وآليات تمكننا من تعزيز ثقافة الابتكار وإدارة المواهب وتفعيل آليات عملية تضمن تدفقا مستمرا للأفكار والمقترحات بصورة يومية داخل أنظمة العمل في القطاعات الخاصة والحكومية على حد سواء ليصبح المناخ الاقتصادي العام مبنيا على أسس غير تقليدية تضمن استدامته وقدرته على مواجهة كل المتغيرات بأساليب حديثة ولفت المرزوق إلى أنه وفي ظل التحول المتصارع نحو الاقتصاد الرقمي الذي يرتكز بصورة رئيسية على تقديم كل ما هو جديد وغير تقليدي يلبي حاجات الجمهور يناط بوسائل الإعلام كفة القيام بدور حيوي إذ تتولى توعية جمهور المستهلكين بالتطور المتصارع في الاقتصاد الرقمي وآلياته نهيك عن رصدها لآثار ذلك التطور على أداء كفة الكيانات الاقتصادية بما يعكس صورة حقيقية عن الأداء تمكن الجميع من اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب وتثريهم بكل ما هو جديد في هذا الجانب مضيفا إننا في جريدة الأنباء استشعرنا مبكرا التحول الرقمي وأثره على كل مناحي الحياة فبادرنا بوضع استراتيجيتنا في هذا الجانب وتنفيذها على أرض الواقع مبكرا حيث كنا سباقين في طرح العديد من المنتجات الرقمية التي تتماشى مع التطور المستمر في صناعة الإعلام رقميا ما أوجد لنا تواجدا كبيرا على الساحة الإعلامية المحلية في الكويت مشاريع التكنولوجيا من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا أن من أهم عوامل دعم منظومة الابتكار وتطويرها هو خلق بيئة داعمة تضمن تحفيزها واحتواءها في جميع مراحلها وذلك لضمان استمراريتها حتى في حالات غياب الدعم المؤسساتي لها وهذه البيئة ليست بالضرورة مرتبطة بزمان أو مكان معين لا سيما في المراحل الأولية من رحلة الابتكار ولكنها مرتبطة بالأفكار وطريقة التعامل مع ظروف الحياة اليومية والقدرة على اتخاذ القرار ووجود الحرية في التنفيذ وهي تبدأ في سن مبكرة جدا لأن التربية المبنية على تحفيز الإبداع والتساؤل والتفكير والجرأة ستخلق لنا جيلا شغوفا بطبعه وفضوليا في استكشاف العالم من حوله وغير متردد في طرح ومناقشة أفكاره وأشار إلى أن وجود تلك الشخصيات هو النواة الرئيسية في تشكيل منظومة الابتكار حيث إن شغفهم وإيمانهم بأفكارهم سيكون الدافع الأساسي في تطوير البيئة الابتكارية في المجتمع والحفاظ عليها وخلق حلول تضمن ديمومتها وشدد على أهمية تواجد مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في كل القطاعات الوطنية الرئيسية مثل انطاقة والطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه وغيرها وذلك كله ضمن استراتيجية وطنية للابتكار يتم تطويرها وتنفيذها بالتعاون بين القطاع الحكومي والخاص في دول المنطقة مع خلق نوع من التكامل فيما بينها يعزز من قدرات المؤسسات والأفراد ويسقل المواهب والقدرات الوطنية في مجال الابتكار مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واستحداث مواد تعليمية في المدارس والجامعات خاصة بالابتكار وترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار وجهان لعملة واحدة بدورها أكدت مؤسس شركة المهرة للتعليم ورائدة العمل الاجتماعي الأميرة دعاء بنت محمد أن الابتكار وريادة الأعمال وجهان لعملة واحدة حيث يعتبر تشجيع ريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين لاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لسيما بين الشباب والنساء وأضافت أن العالم يشهد طفرات كبيرة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال كأثر طبيعي لجائحة كورونا ولا شك أن الخدمات الافتراضية ساعدت في تقليل الخسائر وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار والنهوض بقطاعات عمل جديدة مما أسهم في التنويع الاقتصادي ما يستدعي بالضرورة تحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعالة ودائمة وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي في مجتمعاتنا الخليجية وأكدت الأميرة دعاء أن الذكاء الاصطناعي يساعد على تبسيط مهام التدريس الأساسية ومساعدة القائمين على المؤسسات التعليمية للتصدي للتحديات الرئيسية مما ينتج عنه النهوض بالعملية التعليمية إذ يشكل الذكاء الاصطناعي قفزة للارتقاء بجودة التعليم وتوفير العديد من التطبيقات المهمة الدمج المنهجي بدوره قال عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ دكتور ثاني بن علي آل ثاني إن الدمج المنهجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في القطاع الصناعي والزراعي والتعليم وغيرها يمنح المجتمع قدرة هائلة على مواجهة أي تحديات وابتكار ممارسات وأنظمة تساعد على تطوير المجتمع مما ينعكس في نهاية المطاف على تسريع وطيرة التقدم داخل مجتمعاتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة وأضاف أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاعات الصناعية والزراعية والحيوية للدولة يساعد على النهوض السريع للمجتمع وللاقتصاد الوطني للدول وليس هناك أدل من ذلك بما تشهده الدول الصناعية الكبرى في العالم من تطور ونهضة وريادة للمجتمع الدولي مبينا أن قطر أولت أهمية بالغة لذلك الأمر وذلك من أجل تسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني والمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات بالغة الأهمية والذي إنعكس على تأسيس الدولة لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في عام 2018 وفي ختام كلمته دع ابن ثاني الدول الخليجية لتبني أوسع لتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية والقانونية والسياسات والأنظمة الإدارية والصناعية لما لذلك من أثر بالغ في تطور الأمم والمجتمعات رئيس تحرير القبس بدوره قال رئيس تحرير جريدة القبس وليد النصف إنه ليس هناك حاجة للتذكير بأن الدول التي لا تواكب التغييرات المذهلة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال تجد نفسها في معزل عن حركة التطور العلمي وتفقد كثيرا من فرص المنافسة وتدفع اقتصادياتها ثمنا باهظا وأشار إلى أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي كان غير جاذب ولا يثير الاهتمام في السابق لكن وبعد سنوات من تجربة العملية تبين أن العالم دخل بالفعل في حقبة جديدة تقوم على اقتصاد عالمي يوظف الذكاء الاصطناعي فيه الآلات لخدمة البشرية بحيث تعمل وفق السلوك البشري وتتطور ذاتيا فتقلل التكاليف وتعظم الموارد كتورا وأضاف النصف أنه ليس هناك حل سحري لكل الأزمات التي يعانيها العالم العربي رغم أنه وفي حقب سابقة كان الأمل في معالجتها شبه معدوما إلا أن ذلك اليأس تغير في ظل منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي فالحلول أصبحت متوافرة لكن بشرط تغيير السياسات العامة بحيث يكون الاقتصاد قائما على الابتكار والذكاء الاصطناعي وما يتطلبه ذلك من تغيير في البنية التشريعية وفي مناهج التعليم وقبل ذلك في البنية الاقتصادية السفير العماني بدوره أكد سفير سلطنة عمان لدى الكويت دكتور صالح الخروصي أن الحرص على تنظيم هذا المؤتمر سنويا يؤكد على أهمية متابعة التحول إلى الاقتصاد الرقمي خليجيا وإقليميا ودوليا مشيرا في ذات الوقت إلى أن سلطنة عمان تولي هذا الموضوع أهمية خاصة حيث أطلقت مجموعة من المبادرات لتعزيز مفهوم الابتكار الصناعي وتبني التقنيات الجديدة من أبرزها مبادرة الابتكار الحكومي التي دشنتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تحقيق الإبداع ولابتكار في القطاع الحكومي وإتاحة الفرصة للتنافس في تقديم مقترحات واقعية لتطوير المشاريع الحكومية ورفع كفاءتها من خلال إيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تواجهها في مجال الخدمات والعمليات والإجراءات وأضاف أن السلطنة تستهدف من خلال المبادرة دعم الابتكار والإبداع لدى الجهات الحكومية لتقديم مقترحات فاعلة تسهم في إيجاد حلول ذكية لتطوير الأداء الحكومي وزيادة كفاءته في المجالات المتاحة عبر استخدام أنماط غير تقليدية وتوظيف التقنيات الحديثة الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل البلوك تشينو وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتطبيقات الواقع الافتراضي وغيرها من الخطوات التي تعود نقلة نوعية تدعم الأداء الحكومي المتقدمة معهد المرأة للتنمية بدورها قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام دكتورة كوثر الجوعاني إن دعم الأفكار لابتكارية وتعزيز الإبداع يعد أحد أهم المحاور التي تركز عليها استراتيجية الدولة الوقت في الوقت الحالي من أجل تطوير وإتاحة حلول تكنولوجية جديدة قادرة على مواجهة المشاكل المجتمعية وتحقيق دفعة قوية لعملية التنمية التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على تشجيع الابتكارات المعرفية بما ينعكس إيجابيا على تحسين مستوى الحياة للمواطن وأضافت التي ترتكز على الاحترام الكامل للحريات وحقوق الإنسان والحوار والتعاون بين الشعوب والثقافات المتعددة ونبد ثقافة القوة وإكراه الشعوب لخوض خيارات ضد إراداتهم واختتمت الجوعان بقولها إنه لابد من إعداد قانون يلزم مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص المساهمة لدعم الابتكار وتخصيص ميزانية سنوية من أرباحها لتطبيقه في المجالات العامة كافة رئيس جامعة دبي من جهته قال رئيس جامعة دبي دكتور عيسى البستوكي أن دول العالم تتنافس على الريادة الاقتصادية بتطوير قطاعاتها التكنولوجية والهندسية والطبية وغيرها من القطاعات الحيوية وذلك بترسيخ مبدأ وثقافة الابتكار في البحث العلمي وإنتاج منتجات تضيف إلى الناتج الحلية للدولة وأكد أن الابتكار مرتكز أساسي من مرتكزات الدول المتقدمة بحيث تنشر الوعي المجتمعي والمؤسسي في إنشاء مراكز الاحتضان في كل مؤسسة للابتكار والإنتاج فلابتكار الإنتاجي الذي ينشأ منه ريادة أعمال وتؤسس شركات ناشئة هو السبيل الوحيد إلى تحقيق اقتصاد مستدام وأضاف البستوكي أن مكونات الحاضنات التكنولوجية التجارية الناجحة هي التي تأخذ في الاعتبار كل المكونات الممكنة لإنجاح فرصة المحتضن أو رائد الأعمال الناشئ مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية دور الإعلام في إبراز المبتكرين والمخترعين في الوسائل المختلفة وخصوصا الإعلام الرقمية لدعم المسيرة التنموية وتطوير الاقتصاد الرقمي تكنو باركة أول مجلة إلكترونية خليجية تزامنا مع الاحتفالات العالمية للابتكار شارك في حفل افتتاح المؤتمر الخليجي الثالث 36 من الشيوخ والوزراء والديبيوماسيين والقياديين الخليجيين إلى جانب 360 خبيرا من النخبة الخليجية لتقديم خبراتهم المتميزة 30 مخترعا ومبتكرا خليجيا ممن حصلوا على براءات الاختراع والجوائز العالمية وهم علماء المستقبل وقيمة مضافة لدولهم كما تم الاحتفال بإصدار العدد الأول من المجلة الإلكترونية الخليجية تكنو باركة والتي تعنى بلابتكار ونقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع والتقارير لاقتصادية والأكاديمية الرعاية الإعلامية جريدة الأنباء جريدة القبس جريدة النهار مجلة الدانة مجلة رواد الأعمال الخليجية مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جمعية الكويتية لدعم المخترعين ولابتكاره ترجمة نانسي قنقر